تقدم سمو الفريق الروكن الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العقيد الروكن الشيخ خالد بن حمداء الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وسعدت الفريق الروكن عبدالله بن حسن النعيم وزير شؤون الدفاع وسعدت الفريق الروكن ذياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الأركان جموع المشيعين لتأدية صلاة الجنازة على شهيد الواجب الوطني السامي الرائد محمد سالم محمد عنبر من رجال قوة دفاع البحرين البواسل بمقبرة الحنينية والذي لحق بركب إخوانه من شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني السامي ضمن قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن المشاركة في عمليات عادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها وقتل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وسعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان والمشيعون الدعاء للشهيد بالرحمة والمغفرة والرضوان وتم تشيعه إلى مثواه الأخير الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله بعدها نقلوا عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وصاحب المعالي المشير الروكن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله إلى أسرة وأهالي ذوي شهيد الواجب الوطني ودعواتهم وأمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين كما قدموا خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد وذويه ودعوا الله تعالى للشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته ويتقبله مع الشهداء والصدقين والأبرار دعين الله عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين حضر التشييع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من المسؤولين وأسرة أهالي الشهيد وجمع غفير من المواطنين